شاركت بلادنا في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي اختتمت أعمالها في العاصمة المصرية القاهرة بوفد ترأسه رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان وهدفت أعمال الدورة الخامسة بمشاركة هيئات مكافحة الفساد في الدول العربية إلى تحسين قدرة الدول والأفراد ومؤسسات المجتمع المدني وتفعيل الجهود العربية المشتركة للتصدي للفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية وتسهيل مسار التعاون الدولي في استرداد الأموال المنهوبة وتقديم المساعدة القانونية بهذا الصدد وجرى خلال الجلسات الأولى للدورة الحالية انتخاب أعضاء مكتب الدورة الخامسة والذي ترأسته دولة فلسطين والاستماع إلى تغرير الأمانة العامة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الرابعة للمؤتمر والذي ترأسته المملكة العربية السعودية كما تم أيضا الإشادة بالجهود المبذولة في إدارة وإنجاح عمال الدورة الرابعة ومساهمتها الكبيرة في التنفيذ الأمثل لبلد الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد كما جرى أيضا المصادقة على جملة من القرارات الختامية وكذا إقرار تحديد اختصاصات اللجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثل الهيئات المستقلة في الدول الأطراف وإقرار آلية تقديم مشاريع القرارات التي ستعرض على المؤتمر في دوراته القادمة ترجمة نانسي قنقر